اشتركوا في القناة وقام الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وبالفعل ومن خلال هذه الأزمة ذهبت أخلاق الكثيرين وقابت القيم بأوامر عليا للأسف فالشعر والأدب أصبحا يوظفان من قبل دول الشصار للشتم والسب والنيل من الرموز والأعراض بل وينشر هذا الغثاء في الصحفي والقنوات الرسمية وهم بذلك يحرضون أبواقهم على الاستمرار في النيل من قطر ومن قيادة قطر ومن أهل قطر وليتهم يعلمون أننا أرفع مما يتصورون ففي الحقيقة لهذه الليلة نقف معكم على حقائق الترد الأخلاقي لدول الحصار واستمرارهم في هذا النفق المظلم فأهلا وسهلا بكم موسيقى مع نظير قدوسي من فاحة لدولة قطر الموقف الوصي ومكافة جهود الدول السريعة التراءات والتحريط والذي لم يربك رؤيتها أو يشوشها ففهموا دلالات محاولة فرض الوصاية على هذا البلد موسيقى 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 نجدد طبعا ترحيب بكم مشاهدين الكرام ويسعدنا أن نستضيف معنا في حلقة الليلة السيد عايض ابن غيدة وهو إعلامي قطر السيد عايض سعداء ويا مرحب ومسهل فيك الله يرحب بك أنا سعيد أكثر ومستعليك على المشاهدين بالخير وتشرف وأشكركم على تاحة الفرصة لي في الظهور في برنامج الحقيقة يا مرحبا يا مرحبا لكن وقبل أن نبدأ مشاهدين النقاش الليلة نمر معكم إلى متابعة طبعا هذا التقرير وفيه نستعرض وجها من وجوه السوء الأخلاقي لدول الحصار وهي تستخدم الأدب والثقافة للتسييس وشراء الذمم نشاهد معا هذا التقرير ثم العودة لبداية الحوار شاعر المليون ذاك هو الاسم الذي اختارت أبو ظبي إطلاقه على مسابقة الشعر النبطي التي تنظمها بشكل دوري لاستقطاب شعراء من الخليج ومنطقة الشام ولبناء قوة ناعمة فهل كانت إمارة أبو ظبي ترى أن الشاعر الخليجي أقرب إلى السلعة عندما ربطته في العنوان بالمليون وليس بالقصيدة الجواب على هذا السؤال كامل في العقلية والأسلوب الضبياني القائم على شراء الشعراء الذين يعرضون أنفسهم للبيع وقد اختار بعض الشعراء بالفعل أموال تلك الإمارة على شعوبهم وأوطانهم التي لم يعرفوا منها إلا التكريم وباع شعراء آخرون ألسنتهم ومكانة بلدانهم ورموزهم حتى إنهم جعلوا قيادتهم التي يديلون لها بالولاء كما يزعمون في الدرية الثانية بعد قادة إمارة أبو ظبي معروف والمعروف ما ينتعرف ولي عهد أبو ظبي لا عدمناه أبو ظبي مثل الجميلة امترف اللي على وجهات فراء ما لها شباه ولي عهد المملكة وانت شرف بحزمه وعزمه ومجده وطرياح بعد الدين والفن والإعلام ترتكب دول الحصار خطيئة أخرى بإقحام الشعر والشعراء في الخلافات السياسية كتاب القصيدة أصبحوا تحت وطأة الترغيب والترهيب إحدى أدوات الفتنة وترسيخ الشقاق بين المجتمع الخليجي الواحد شعراء دفعوا أو دفع لهم للتطاول على دولة قطر ورموزها رغم أنهم جميعا سبق أن مدحوا دولة قطر ورموزها بما لا تنقضه الأيام من جميل الصفات والأوصاف الشاعر السعودي محمد السكران كتب شيلة يا قائد الشعب العظيم التي تغنى بها المغنون يا قائد الشعب العظيم أنت الزعيم ابن الزعيم حلقت في سبع سماء لله درك يتميم ثم نقص السكران على عقبيه طمعا في أموال بلد أصبح يقدمه حتى على بلده ناصر الفراعلة شاعر آخر نظم بالأمس قصائد الشعر في حكام قطر وعندما رفعت دول الحصار المقصلة على رقاب السعراء وزجت ببعضهم في السجون هرول الفراعنة إلى هجاء قطر وتهديدها يا ربعنا صاحين ولا سكارة يا والله هلا ما حشمتم الحاكم يا والله هلا ما حشمتم الحاكم الصقر صقر والحبار حبارة والرح حاكم جابد الهلف حاكم الشعر والشعراء أداة أخرى تستخدمها دول الحصار في حرب عبتية لا مبرر لها ولا منطقة وليس جديدا أن يختار بعض الشعراء عرض نفسه للبيع فيما زادات القول وفي مثل هؤلاء قال الشاعر العربي ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى حياكم الله ومشاهدين الكرام تابعنا التقرير معك سيد عايد استخدام بعض العدباء بعض الشعراء القذف الشتم النيل من الرموز والأعراض للأسف طبعا خلنا قبل ما نبدأ وندخل في هذه المعمعة كما يقال ودور الشعر العربي من خلال هذه الأزمة ومن خلال غيرها من هذه الأزمات أن نعطي المشاهد الكريم نبذى أولا عن الهجاء بسم الله الرحمن الرحيم أولا شعر الهجاء شعر طرقه الأولين من قبل على عهد الجاهلية وفي بداية الإسلام وفي صدر الإسلام وعلى أحد الدولة الأموية وكانوا الشعراء الهجاء معروفين حتى شعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت حجى قريش والرسول صلى الله عليه وسلم تعرف القصة لما قال لها يعني كيف بتسبهم وأنا منهم قال لها أستلك منهم سل الشعرتي من العجين الهدف من الكلام هذا أن الهجاء كان موجود ولكن كل شيء له حدود وله ضوابط وله قواعد شعر الهجاء استخدموه العرب أول للتقليل من شأن المهجي ولكن بعدم مس العرض أين كانت الأمور وبالمناسبة شاعر أو شاعرين تطرقوا للهجاء ومسوا الأعراض وكان مصيرهم القتل سواء في الجاهلية أو في صدر الإسلام أما الشعراء الباقين كالفرزدق والشعراء الآخرين لم يتطرقوا للهجاء ومس الأعراض كان الهجاء له الصاق تهمه وليست في العرض أو شيء كهجاء الشخص الكريم بالبخل أو كهجاء الشخص الشجاع بالجبن أو قد تكون فيه الصفة هذه وإظهارها كجد له لكن أنك تقذف أعراض وتقذف رموز دول ورموز رجال ثقات لم يبدوا منهم يوم من الأيام سوء هذا ليس بشعر الهجاء الذي لم يأخذون التصور عنه نعم لكن للأسف لعل المتابع الهجاء وأنواع الهجاء سواء كان هجاء فردي أو جماعي أو هجاء خلقي أو فاحش رأينا من خلال هذه الأزمة التطرق باستخدام كلمات بذيئة لا ترتقي إلى صفة المواطن العربي المواطن الخليجي وإلى الدين وإلى الأخلاق برأيك وأنت شاعر وإعلامي قطري هل يجرأ أي شاعر على تناول عفوا أعراض الناس في أي مجتمع كان دون أوامر سياسية دون أوامر سياسية وبعيدا عن السياسة بمنطقنا وبلحجتنا العامية هذا عيب منقود كما يقول منقود أنك تتكلم بقصيدة فيها قذف أو تتكلم حتى بدون قصيد تهجي الناس أو تشتم الناس أنا صغير وكنت إنسان أحفظ القصيد وأي بيت أسمعها أحفظه ومولع بالشعر يمكن عمري ستة أو سبع سنوات حفظت قصيدة فيها هجاء فجيت ونحن كنا في أسراكب في السيارة مع والدي اللي يطول في عمره وعمار المجتمعين ووالديهم عديتها عليه عديتت عليه القصيدة هذه اللي فيها هجاء الشخص معين ورمز وقصيدة مقيولة في الخمسينات أو في الستينيات التفت عليه وقال مع أنه لا يمتلنا بصلاة ولا لنا فيها أي علاقة قال لي ما حصلت قصيدة أطيب من هذه يا ولدي هذه لا تقدر تعدها في مجلس ولا تقدر تعدها في تلفزيون ولا تقدر تعدها حتى على نفسك لأنك تكسب بهذا أثم فيا ولدي إذا جيت تحفظ قصيد لا تحفظ قصيدة مثل هذه يا ولدي هذه عيب أنك تحفظها هذه أتذكر قيلة لي وأنا عمري ستة أو سبع سنوات هذا اللي احنا تربنا عليه وتعلمنا عليه أنه قذف الناس وسب الناس حتى وإن كان لم يكن شعرا وحتى حفظ هذه العبارات هو ليس من صفة العربي ولا من صفة المسلم نعم لو خذينا مقارنة سيد عايل طبعا تطرقت إلى الشعر في الجاهلية والشعر في صدر الإسلام والشعر على مرور الدول الإسلامية وأيضا الشعر في هذا الوقت أو ما يعرف بالشعر الحديث في الماضي كان كما قلت قبل قليل ينتقد الشاعر الذي يتطاول على الرموز يتطاول على الأعراض وكذلك في الجاهلية في صدر الإسلام الآن رأينا المجال مفتوح للأسف ومن خلال هذه الأزمة وأزمة 2014 وأزمات أخرى بأن يتطاول الشاعر قدر المستطاع وقد يكون مقرب أيضا من ولي الأمر كلما تطاول على دولة يكون لها عداء أو هناك خلافات سياسية ما بين دولة ودولة ما الذي تغير؟ الذي تغير أخي أنه في السابق كانت أول شيء خلالنا نرجع على فترة بعيدة بعض الأشخاص يحسب العداوات بين السياسات سواء كانت توجهه غير وتوجهه غير أن هذه عداوة وإن كانت عداوة بما معنى عداوة لا يجب أن يخرج شاعر ويقول مثل ما قال أنا أعطيك مثال في الجاهلية الجاهلية عنتر بن شداد في معلقته يقول وتكلم عن شخص هو قتل أباه عنتر قتل أباه وهذاك شتم عرض عنتر فاستكبرها منه عنتر وهو قتل أباه قال في آخر القصيدة وكل العرب يحفظونها قال ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر بالحرب دائرة على ابني ضمضمي الشاتمين عرضي ولم أشتمهما والناظرون إذ لم ألاقهما دمي إن يفعل فلقد تركت أباهما جزر الصباع وكل نصر قشعمي يعني هدى بحبوهم واستنكر منهم شتم العرض هذا فيما يسمى بعدوات إن كان الشعراء يعتقدون أن التوجهات السياسية والتصرفات السياسية إذا اختلفت من دولة إلى دولة في دول مسلمة أنها توجب أن السب والشتم فهذا خطأ نحن عندنا عادات وعندنا ضوابط قبل الإسلام ثم جاء الإسلام ورسول صلى الله عليه وسلم قال قال إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق فالتوجهات تغيرت الآن أصبح الشاعر هدفه تربح تربح والتقرب من المجلس الحاكم في نظره أنه تقرب وفعلا وصل هذا خطأ أنت محسوب بكرة أنت أتكلم معاك بطريقة صحيحة أنت كرت واحترق أنت لا يمكن أنا كشخص حاكم هذه السياسة أن يتدخل فيها أنا كشاعر وأجلس وأسب وبكرة أنا كحاكم أحطها جنبي مستحيل هم يتقربون بالطريقة هذه أنا وصل الفكرة للمشاهد بالطريقة اللي هو يفهمها الموضوع أكبر من ذلك أنت دخلت في دائرة صعبة لن تخرج منها بسهولة والتاريخ ما يرحم والآن الإعلام الموجود يسجل كل ما يحدث الآن تاريخ وقال لي أنا الوالد اللي طول عمره قال تاريخك يا ولدي مثل الثوب لا بيض إذا جات في نقطة سعودة يتم الكل تشوفها وان كان ما شفت حتى لو حجم البيض أكثر من السواد نعم فهذه النقطة اللي تطره لها الشعراء ودخل في بعضها المعمع سوى أن كان بشراء الولاءات سوى أن كان بالتوجيه أو بالتعاطف في مبدأ على حساب شيء أنا لا أؤمن به هذا خطأ من خطأ الشعار وأتوقع أن الشعراء وقعوا في فخ تحريك القوة الناعمة اللي الجأوا لها بعض الأخوان في أبوظبي من خلال اقتناص بعض الشعراء والتأثير عليه بطرق معينة أو بمبادئ معين خلال أيدولوجية هم مرتبينها لبعض الشعراء سوى أن كان بتغيير وضعها المادي بتحسين ثم ابتداء باستخدامها كأداة أنا لاحظت هذا الشيء كثير وكلكم يعني شاهدتوا بعض الشعراء اللي تغيروا وأصبح الشاعر في يوم وليلة هي اعتنق مبدأه وليس مبدأه من قبل هذا كله كان مدروس وكان تأثير لم يبتدئ من اليوم أو من أمس أو من ثلاث سنوات أو من أربع سنوات أو من عشر سنوات معمول معمول ومدروس وخطة وصناعة أشخاص يعرف مدى عقليتهم واستعابهم للأمور والتصديق والإمام بالمبادئ زين هؤلاء اللي تتحدثت عنهم قبل قليل ألا يؤمنوا بأن هناك أزمة وأن هذه الأزمة طال الوقت أو قصر ستحل أين موقع هؤلاء بعد حل هذه الأزمة؟ طبعا موقع هؤلاء الأشخاص بعد هذه الأزمة كروت واحترقت كروت واحترقت وأشخاص لا يقبل منهم العاقل كلمة واحدة كيف أنا الشاعر أنا لسان الأمة مثلا الشعراء يقولون نحن لسان الأمة لسان الشعوب نحن لسان المجتمعات نحن موثقين التاريخ بالقصائد من يرضى بها أولا سبحان الله أنت كيف تأخذ نصيحة من شخص كان يقذف محصنة أو كيف تأخذ قصيدة من شخص كذب وافترع على الله وعلى الناس وهذا اللي يقودنا معاك سيد عايض إلى إنشاء كثير من الكيانات الملاحظة لعشر سنوات مضت قيام الإمارات العربية تحديدا الإمارات العربية بإنشاء كيانات مسابقات جوائز معينة من أجل للأسف رأينا هؤلاء يبنون خلال هذه العشر سنوات أهداف معينة تصل إلى مرحلة الأهداف السياسية الدنيا برأيك هل إنشاء مثل هذه الكيانات مثل هذه المسابقات مثل هذه البطولات الشعرية هي بعيدة كل البعد عن الثقافة هي بعيدة كل البعد عن الشعر ولها أهداف سياسية صحيح أنا أعتقد الشيء هذا لو رجعنا إلى شاعر المليون ومثل ما أظهرته في التقرير وصحيح هذه حقائق واقعة شاعر المليون كان له وجهة نظر وكان له أيدولوجية وفكر معين هم ماشين فيه الشاهد في الحديث أن موضوعهم يعتمد على مثل ما قلت لك اقتناص أسمى معينة أو أشخاص عندهم القدرة يوم من الأيام أنهم يكونون مؤثرين في مجتمع حتى وأن لم يكونوا مؤهلين لأن التأثير في المجتمع مش شريط أن يكون هذا الشخص على قدر من العلم حتى يؤثر في المجتمع قد يكون فارغ ولكنه مؤثر ففيه أشخاص والسوس يأتي على أنبل أنواع الخشب وقد يكونون أشخاص محترمين وكذا ولكن يقعون في مصيدة هذا الفخ الفخ هذا يبتدون فيه من طعام البطن الجائع ومن تدليك الجسد المرهق على قولتهم ويدخلون من هذا الباب في شاعر المليون يدخل الشاعر على وجهتين حنا نويانا حسنة أنا أحد الشعراء اللي دخلت في شاعر المليون بغض نظر عن مساوء محاصن هذا البرنامج البرنامج سيس واستخدم كسياسة وكأوراق وكأدوات استخدمت ونحن نراها حاليا الشعراء يدخلون هدفهم أما إعلامي أو هدفهم مادي لأنه يختصر عليك طريق الناس للزخم الإعلامي والضخ هذا اللي وافق شاعر المليون لم يكن صدفة هذا شيء مدروس ومرتب والأشخاص اللي كانوا موجودين خطط لهم جدول وأتذكر أنا كان فيه أشخاص يجون يسألوني أسئلة غريبة مثل إيش؟ مثل يعني مثلا أنتوا كم عددكم أنتوا من ربعكم أنتوا من منا هناك أنتوا أسئلة ما تختصني أنا كشاعر ولا لها أي علاقات وأشخاص مسؤولين هناك ومش من اختصاصهم هو له المادة اللي أنا أقدمها وفقط أما أن أربح البرنامج أو أن أخسر التوجهات الشاعر وليس كل إحصان يروضونه يعني فيه حد يطاوع وفيه حد ما يكون مؤهل ساعتها أو هذا مكروه الصنف الثاني هذا مكروه أنا أتذكر حتى كان للعلم يعني كانوا الشعراء أكثرهم اللي استخدموهم كأدوات كنا لا نراهم أثناء المسابقة إلا في المسرح كانوا كلهم يعني في الكيانات المختلقة أنا أتذكر من الأشياء اللي كنا يعني مرت عليه بغرابة في شاعر المليون أنا ما تتوقعت أني أتطرقها لكن برنامج الحقيقي لأثبات لأثبات هذا الموضوع إحنا كنا نجتمع وكنا أكثر من ثلاثين شاعر ثمانية واربعين شاعر فما كنا نتوافق جميعا في ليلة من الليالي أكثر الشعراء متواجدين وحاضرينها وعلى قولة المثل الشعبي شهودها على عضودها كنا متواجدين في منزل أحد الأشخاص في بوظبي رحمة الله عليه محمد خلف المزروعي وجانا رمز من رموز الدولة يعني يعتبره الرمز الأول أو الثاني أو الثالث في الدولة كانت الساعة التاسعة أو الثامنة مساء وجلسنا في هذا المجلس اللي كان كله نقاش حول الشعر والأدب أثار هذا الشخص طبعا بيننا شاعر مش منشعراءنا في هذه الحلقة كان شاعر سابق وكان مقرب من المقربين اللي دخلوا في الكيان فهو صديق الرمز هذا ويتنقل معاه إن ما جاء وإن ما راح فجلس الرمز هذا أثار قضية دينية سأل عن قضية دينية كان فيها حكم مشايخ فنهض الشخص هذا وأخذ يناظر طبعا اتهم الوهابية ودخل في مجالات لعن العلماء ولعن رموز علماء الوهابية وهذا الكلام يعرفونه الناس اللي احضروا من ثلاثين شاعر موجودة كانوا أكثر من ثلاثين شاعر كان المجلس أنا في آخر المجلس أشوف الرجال بيني وبينهم ممكن أكثر من عشرين رجل وكان هذا الشخص جالس ولعن ابن باز ولعن ابن عثيمين في هذا المجلس أخذ هذا الشخص الرمز يضحك كيف تنتظر من هذه الأشخاص وما هدف إثارة هذه القضية الدينية ثم الضحك ثم رؤية مدى انطباع الأشخاص الشاهد في الحديث نهض شخص من الأشخاص ورد برد قاسي وأصبحت هناك ملاسنة وزعل ونزل غترته على الأرض هذا الشخص من الزعل وحن طبعا نكثر من خمسة وست شعراء حقب ما استاد الرجل هذا ظهرنا وهذاك الرجل كان واضح موقفه اللي هو رد وأنصف العلماء وقال لها إحنا مذاهبنا ما تقوم على السب ولا اللعن لأي حد إن كان فاليوم الثاني تفاجأنا أنه مطلوب هذا الشخص ولما طلبوه أرضوه وأسكتوه وقالوا هذه مناظرة وهذه كذا وأنت لا تزعل ولا يسر له في خاطرك لا طيب وترى هذه أمور بسيطة وكذا محاولة لتكتيم الأمر لأن أمر يعني مش بسيط مش بسيط وضحك الشخص هذا وسكوته على النهراضي بشيء هذا هذا الموضوع يشهده أكثر الشعراء وأصبحت هناك فجوة بين هذا الشعر وبين هؤلاء الشعراء وكبيرة وعلنت بعضها في التلفزيونات وفي الصحف نعم خلنا نرجع قليلا للوراء ونتحدث عن مسألة التطاول على الرموز مسألة التطاول على العراض من الذي بدأ أولا بالتطاول على الرموز في الماضي نسمع التطاول على الرموز لكن تأتي مبطنة نوعا ما لكن نسأل من الذي بدأ بالاسم تحديدا متى كان ذلك بداية أن الله يسلمك مثل ما قلت أنت أول في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات وبداية القرن هذا ما كان فيه هناك سب مثل ما قلت صريح وكان نحن نستعيبه وكان بالنسبة للخليجين جريمة يعني أنا كيف أجرأ أني أسب ملك مثلا وأنا بكره بواجه حاكمي أول من يعاقبني الحاكم اللي أنا في أرضه أول من يعاقبني هو كيف أنا أتجرأ أتطاول على رمز لها مكانته عند شعبة ولها مكانته عند الرجال كقبيلة كأعراف عرب وكسلوم من يتطاول على رمز في الخليج قبل من يجرأ أن يتكلم عنه بقصيدة أو يظهر في قناة إعلامية ويقذفه ويجتمه ما كانت موجودة هذه سنة 2014 تحديدا الأزمة خليجية سحب السفراء الأزمة خليجية سحب السفراء نعم تفاجئنا بقصائد انهالت علينا من إمارة أبوظبي من شعراء تتذكر الشخص الأول الذي تطاول على تغريبا أول قصيدة جاتنا ما تذكر لكم من القصائد جابر شنان وكم من شخص محمد بلمر والأشخاص هذولا كلهم ها أولا شعراء شعراء في الإمارات أعتقد أنهم شعراء أعتقد لأن القصائد التي جات اختلافات فيها يعني ثقافات متواجدة شيء من السعودية وشيء من نحن شعراء ونعرف خصائص المفردات فهذه القصائد التي جاتنا في سنة 2014 استغربنا منها وتوقعنا هذا الوقت طبعا إلى الآن ما غزتنا هذه الموجة كشعراء كأدباء ما جاتنا هذه أبدا توقعنا أن الشاعر هذا ما راح يترك راح يحاسب على ما قال ردت فعل دولتها ردت فعل دولتها بعدها بأسبوع تفاجأ أنه يكرم من أحد رموز الأمارات أما أول شخص أو ثاني شخص أعلنا في مناسبة هذه بداية دخول في شتم الرموز وعندك الله يسلمك بداية هو سب بنفسه هو لما تطاول بالسب ردة الفعل الطبيعية أنه يسب ولكن هو رضى بالشيء هذا لأنه ابتدى في هدم الأخلاق هدم الغيرة نشر الكراهية هذه الأشياء لها تأثيرات ولها توجيهات تتماشى مع الأيدولوجية والمنهجية لهو يريدها فعندك موضوعهم بدأ في 2014 القصائد الذي جاءت واستنكرناها كلنا وحتى الأخوان في السعودية كقبيلة وكناس اتواصل معهم شعراء استنكروا هذا استنكار مجتمع الشعر هذا كل وقت الأخوان في السعودية استنكروه ومجتمع الشعري وارسلوا لي رسائل طبعا بعضهم شعراء استنكار ما هذا الذي يحدث لكن التكرار ومثل ما قلت لك هدم الأخلاق وهدم الغيرة انهالة القصائد القصيدة وراء القصيدة والردود أصبح السب سب الرمز شيء عادي وهذا اللي يقودنا للسؤال الآن المشكلة مش هذه العينة الآن كما تابعنا مع المشاهدين الكرام التقرير قبل شوي يتكلم عن نوعية أخرى تختلف عن هذه النوعية اللي يتكلم عنها نوعية تمدح دورة قطر وتمدح سمو الأمير حفظه الله الشيخ تميم وتمدح أهل قطر بشكل عام وتأتي مع الأزمات طبعا هي يعني تتربح من خلال هذه الأزمات أو تأتيهم أوامر سياسية عليا نفذ وخلاص انتهى الموضوع وتذم دولة قطر تبدأ بالشتم تبدأ من نيل من الأعراب كشاعر وكإعلام قطري ألا يستحي هذا الشاعر عندما يعود للتاريخ قليلا ويشوف أن مدح هذه الدولة وفي أزمة معينة لا لاحظ العكس تماما أولا أنا بعد أضيف الكلام قبل شوي وسأسامحني أنا أصلا أجاوب على سوالك تأكيدا لكلامي اللي ذكرته الشاعر فواز الكثيري شاعر من دولة الكويت في بداية الأزمة لاحظنا له تسجيل اعتذر فيه منها القطر اللي كان يسبهم ويشتمهم من 2014 وذكر في كلامه أنه دفع له مال مقابل أنه يشتم قطر وأنه كان في قروب كان قروب جوال يوجه ومن شخص قال كان يديرنا حمد المزروعي ونحن نعلم حمد المزروعي هو مكانته من رموز الإمارات وأنه كان يديرنا ويوجهنا وكل ما كتبنا قصيدة يقول حاولوا تشوهون الرمز بالكلمة هذه وموجود التسجيل على اليوتيوب والتسجيل بنتقل معاك وأيضا مع السادة المشاهدين إلى هذا المقطع اسمه فواز الكثيري هذا طبعا المقطع يكشف المستور من خلال السعي المستمر لشراء الذمم من أجل كيل التهم كما تحدث معنا السيد عائضة بن قيد وبث سموم الفرقة وإطلاق الشتائم خلال هذه الأزمة نتابعوا معا هذا المختطف ثم العودة لاستكمال ما تبقى من برنامج الحقيقة سأتكلم اليوم عن موضوع حساس جدا وهو الإمارات وقطر وراح أبين فيه بعض الأمور اللي تخفى على بعض الناس أو ما كانوا يعلمون عنها أو ما كان موجود في بالهم هذا الشاعر خليل الشبرمي عندما حصل ما حصل وتكلم على الإمارات في وقتها قبل يمكن ثلاث سنوات أو سنتين ونص تقريبا أنا أول من استنى سنة السوق وأول من رد على خليل الشبرمي في مئة بيت وأنا أعتذر لخليل جاني اتصال من بعد هذه القصيدة من رحمة الله عليه محمد خلاف المزروعي ودعاني في أبو ظبي في منطقة مشرف في بيته وجيت وحضرت وجوزيت على ردي على خليل الشبرمي في مبلغ ممتاز جداً وفي مبلغ عالي وكنت في ضيافة أبو ظبي لما يقارب الأربعة تأشي يوم كل يومين أجي أبي أمشي يرفض محمد خلاف وخليني أقعد حباً وكراماً كان هناك بعض الأشخاص الموجودين ومن ضمنهم حمد المزروعي كان حمد المزروعي يطلب منه بعض الأمور الغير مباشرة من باب الود ومن باب اللطافة ومن باب السوالف وش رايك ويقولون وينقول ويلا كنت أوافقه في بعض الأمور طمعاً 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 في المال تعليقك سيدا أيضاً بله مصيبة تنشار الذمة بالمال وشي صعب أكثر شعران ناقشت في هذا الموضوع وقال لك والله هم كرام كرام يدفعون الشعراء ويغلقون الشعراء ويضعون الشعراء لكن أنا أسأله أو أسألك الشاعر عطي هذا المال كيف يكون الكريم إلا أنه تكون توجهاتك كريمة وتحثها الفضيلة أنا شخص أعطيك فلوس أقول لك مثلاً ابن دور رعاية أيتام أو ابن مساجد أو إذا أنا أكون كريم لكني أنا أعطيك هذا المال لارتكاب الرذيلة وأشجعك عليها هذا مش كرم يقول المتنبي في قصيدته يقول هو للنفس أخلاق تدل على الفتاة أكان سخاء ما أتى أم تساخية والتساخي هو أكبر عيوب الرجل والتظاهر بالكرم وهو ليس كريم أو الكرم في الرذائل هذا لا يعتبر كرم أغرقوا الشعراء لشراء الذمم والتوجيه بالسب والرذيلة والشتم والصاق التهم والكذب والإفتراءات هذا كله محسوب عليهم أمام الله سبحانه وتعالى ومحسوب عليهم كرجال أمام مجتمعاتهم أو أمام أنفسهم نعم مسألة هذا المقارنة التي كنا نتكلم عليها قبل مقطع الشعر اللي نوجه لها كل تحية وتقدير طبعا هو أخطأ في وقت مضى ولكنها اعترف بأن كل ما حدث هو أعتقد قال كلمة طابور السوء أو فرقة السوء كما وصدها قبل قليل الآن لما نشوف هذه الشعراء المقارنة ما بين الساب ومدحة يعني ألا يستحي يعني ما يجس بينه وبين نفسه يقول جماعة الخير هذا التاريخ أصبح مثل ما تكلمت قبل قليل الثوب الأبيض حتى لو تجي فيه نقطة سوداء وهي نقطة في وسط بياض الثوب سودت التاريخ نعم هؤلاء الشعراء نسوا بيت شاعر قديم يقولها شاعر قديم في محاورة يقول صاحب الكلمة غلب صاحب الكلمتين سالفا كل واحد يغني بها أنت كونك تظهر قبل أربع شهور أو خمس شهور أو ستة أشهر أو سنة أو سنتين أو مئة سنة بكلام ثم تظهر بضده عيب وخطأ يمكن مأمور إذا كان مأمور فنحن نلتمس عذر للشاعر لأن جريمة يضغط عليهم وبعضهم يعذب وبعضهم يرهق وبعضهم يجبر على الكتابة هذه إن رفض فأنت في وقت فتنة معا تدري أنت وين الأدب وين رأيك وأكبر دليل سيدة عايض الكل لاحظ بأن أحد شعراء المملكة العربية السعودية وله كل تقدير واحترام تطرق بأن الإعلام القاطري تعاطى وتعامل مع هذه الأزمة بكل أخلاق لم ينزل إلى الحضيظ كما فعل إعلام دول حصار ماذا حصل له ثاني يوم السجن والوزن اختفى 20-30 كيلو فبالتالي أنا كشاعر يقول لك من الأفضل وهذه نصيحة إن كان لا يجرؤ فالصمت أفضل من الحديث الشاعر زياد بنحجاب بنحيط شاعر من شعراء المملكة حث على مكارم الأخلاق في وقت الماضى في بداية العزمة هو طلب من الإعلاميين الالتزام والتحلي بالأخلاق هذه صفة الرجل أولا ثم صفة العربي ثم صفة المسلم صح أمر بمكارم الأخلاق أمر بالصمت إن لم تستطيع أن تدري بدل ونحسن غيب هذا الشاعر فترة من الفترات ثم فوجئنا بعد ذلك أنه يصدر عفو عفو على ماذا؟ على أنني أمرت بمكارم الأخلاق؟ أم على ماذا؟ سؤال وجيه أخرج هذا الشاعر ورأينا كيف كانت حالته ورأينا كيف كانت حالته نفسية كان الله في عونه كان الله في عونه فأنت تقول الشاعراء وجهه بالطريقة هذه ممكن هم خافوا من هذا المصير قد يكون ونحن لا نعلم لماذا هذا التصرف مع الشاعراء ومع الأدباء نبقى في هذا المسألة السيدة عايضة الحم القصيدة المغنى خلال هذه الأزمة سيوسة الرياضة سيوسة الدين الشعر الأدب الأطفال القبيلة وعلى طار القبيلة كل ما حاولوا مع القبيلة كل ما يفشلون فشلوا في كل شيء الآن موضوع الفن علم قطر وما عرفنا قطر نفذها طبعا مجموعة من المرتزقة مجموعة من المتربحين يقال بأن كل أزمة هناك لها من يتربح منها يعني ألا يستحي أمثال هؤلاء عندما يتطاولون على دولة ما في الماضي كان يتقنون بدولة قطر وبقيادة قطر وبأهل قطر نعلم بأنها أوامر ولكن في نفس الوقت هناك يعني مطربين فنانين شعراء محللين لم يتطرقوا لدولة قطر لا من قريب ولا من بعيد نعلم بأن هناك قانون التعاطف وبالتالي البعض يقول لا اعتذر لي هذا أخيك أو يعني ادمح لها الزلة كما يقال بأن مجبور في دولة الآن تقول لك إن سبيت هذه الدولة فأنت حليف وأبشر بالمال وإن صمت هذا معنى ذلك أن هناك خيانة لهذه الدولة بالتالي هؤلاء بين نارين هذا أولا الله يسلمك مثل ما قلت أنت ومثل ما أنا سلفت أنا استحضرت من الكلام يقول ريلندر أظن في أحدى مقلاته قال الشهرة ثمرت الاجتهاد أنا أقول لك في الوقت الحالي في هذه الأزمة الشهرة ثمرت الانحطاط مع الحشيمة من يشاهدنا ومن يستمع صحيح هذا الانحطاط الأخلاقي والإعلامي اللي نراه على جميع المستويات أصبح حدف كل شخص يريد الظهور الآن إذا أردت أن تصبح غنيا وأن تصبح ذا مكانا وينظر لك تفنن في الانحطاط كيف تقول كلمة تافعة أمام الناس أو في وسائل التواصل الاجتماعي ويصبح لها رتويت أو إعادة توجيه أو تداول أنت كذا بلغت القمة في هذه الدول وأصبحت مقرب وأصبح يشار إليك بالبنان هذا اللي قاعد نشوفه لم يفلح شخص أمر بمكارم الأخلاق والتحلي بها الشخص الوحيد اللي نراه في تقدم وفي تصاعد وفي علو هو الشخص اللي يأمر بالرذيلة اللي يسب المحصنات اللي يقذفهم اللي يتهم دخل في الأعراض اللي يوجه السباب والشتائم ومختلف المستويات يفتح المجال ومختلف المجالات سواء كانت رياضية أو كانت سياسية أو دينية هذا اللي نلاحظه نعم على ذكر طبعا الانحطاط والإسفاف تكرم ويكرم المشاهد الكريم ننتقل معكم إلى تقرير آخر حيث استقل مستشار طبعا في الدوان الملك السعودي فرصة تنظيم الرياض لبطولة دولية طبعا من أجل مهاجمة قطر بطريقة باتت معتادة من المسؤولين في دول الحصار نتابع معنا هذا التقرير ثم العودة لاستكمال ما تبقى من برنامج الحقيقة حفل افتتاح بطولة دولية لشطرانجة في الرياض كان فرصة لمستشار في الديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير ليكشف أمام وفود الدول المشاركة من أنحاء العالم عن انحدار المستوى الأخلاقي في الخطاب متحدثا بكلام لا يخرج عادة من المسؤولين في مثل منصبه أنا وجهت الوكيل عندي الأستاذ عبدالله الدلاك أن أي شأن رياضي من هذه الدولة اللي يختص في مناقشتهم فيه عندنا نادي صحي في الرياض اسمه فيتنستايم أنا اخترت فرع السويدي واخترت مدير فرع السويدي أنه هو اللي يكون مسؤول على العلاقة الرياضية مع هذه الدولة شيء يناسب حجمه مستنقع من الرداءة والإسفاف لا مثيل له في الخطاب الإعلامي حيث استضافت قنوات دول الحصار رئيس النادي الذي ذكره المستشار في الديوان الملكي السعودي في مشهد يعكس المستوى الهزيل من الخطاب طبعا يقولون أنه عندك أنت لغة هندية وأوزباكية وأوزباكية وصينية وأسبانية وارتغالية وروسية عشان تكرر تتعامل مع الوفود اللي جاية نعم للجنسيات المثل الأوعة هنا في السويدي عشان ما أنت في السويدي في هون كونك انت قاعد طيب استاذ فات تعليقك على كلام معالي رئيس الهيئة الرياضي معالي رئيس الهيئة نتفرر احنا بأي انضمام أي شخص بجينا نتفرر بالدويلة زي ما قلت قال معالي الشيخ نرحب انضمامهم لنا لكن أنا شخصيا يعني أكلف أحد العاملين لدي أنه يقوم في متابعتهم لأنه عندنا عمال أكبر من كده أما تداعيات هذه التصريحات فتعود إلى استضافة بطولة دولية للشطرنج السريع والخاطف في الرياض والتي أصدرت تأشيرات الدخول للاعبي المنتخب القطري بعد ضغوط من الاتحاد الدولي على منظمه البطولة لإصدارها ورفع عالم قطر ضمن الوفود المشاركة وهو ما كان مرفوضا من قبل المنظمين الأمر الذي لم يرق للرياض التي تنتظر المناسبات أيًا كانت رياضية أو فنية وحتى أدبية للهجوم على الدوحة والتضييق على من يمثلونها في مختلف المحافظ تابعنا معكم مشاهدين الكرام طبعا هذا التقرير والذي يوضح لنا جميعا الانحدار في المستوى الأخلاقي لأمثال هؤلاء من كان يتوقع أن يتصدر المشهد في المملكة أمثال هؤلاء أيعقل أن مستشار في الديوان الملكي برتبة وزير شرهتنا والله على تاريخ الديوان الملكي السعودي أيعقل أن يتحدث في حفل افتتاح بطولة دولية طبعا أمام الوفود المشاركة من أنحاء دول العالم بهذه الطريقة التي قللت وما زالت تقلل من سمعة المملكة العربية السعودية طبعا الكل يتسائل هل هذه هي المملكة وهل هذه هي أخلاق مسؤوليها والأهم من ذلك هل صانع القرار يرضى بمثل هذه الأعمال الصبيانية بالفعل مشكلة قطر صغيرة جدا جدا وأكبر دليل على ذلك هو أنه لا يأتي أي حدث أو أي فعالية دون التطرق لهذه الدولة فعلا هو فعل مشين هو فعل معيب بحق المملكة معيب بحق أهلها قد طبعا يستقرب البعض لماذا يسمح لأمثال هؤلاء بالحديث بهذه الطريقة وهل طبعا هناك أوامر عليا عليا تأتي بانتهاج هذا النوع من الحديث طبعا الجواب جدا بسيط نعم هي الأوامر التي تأتي من صانع القرار في المملكة العربية السعودية بالاستمرار وإلا هل يجرأ أمثال هؤلاء على أن يتحدثوا بهذه الطريقة رحم الله ما كانت المملكة العربية السعودية في وقت مضى ورحم الله رجالا رحلوا مع تلك المكانة تعليقك سيد عيض على ما نشاهده مثل هذه الأعمال الأعمال الصبيانية مستشارين بمرتبة وزير نتحدث أكثر صراحة عندما نسمع الديوان الملكي الديوان الملكي وهذا التاريخ للشقيقة المملكة العربية السعودية ويتصدر المشهد أمثال هؤلاء تعليقكم أولا أنا أقول لك هذا الشخص تصرفه وكلامه أحمق وللأسف أنه مطاع فهو الأحمق المطاع ولكن الأحمق المطاع لقب أطلق على عينه بن حصن وهو قائد طلائع السراية في القادسية وصاحب الصولات والجولات وإن كان أحد المرتدين ولكن كانت له وقفة بعد ذلك وحسن إسلامه ولكن نرجع أقول لك الأحمق المطاع هو قائد طلائع الخيل في الفارسية وليس قائد مجموعة من الفنانين في عشرين ألف عمل غنائي كلها توجه ضد دولة على كلامة صغيرة جدا 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 إذا كانت هذه الدولة صغيرة جدا 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 وأنت شاعر ووزير ومستشار ومعاك أخوك الثاني مستشار وشاعر وكل أسبوع أو كل شهر تكتبون قصيدة ويغنيها مجموعة وحشد من الفنانين إذن أنتوا التفتتوا للموضوع الصغير جدا 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 وخليتوا أعمالكم ومستقبل المملكة اللي هو الكبير جدا 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 إيش أشغلكم؟ الآن يجب محاسبتهم هم اهتموا بالصغائر وتركوا الكبائر ففسد العمل عندهم لازم يعزلون هذا الموضوع اللي هو يقولها أخونا أولا الانحطاط بالشعر وبالفن وبالغناء كيف هو يريد أن يدخل التاريخ ليش يستقل للأغنية المشاهد لهذا الرجل ولقائد الذباب الإلكتروني وأيضا هو مستشار برتبة وزير استقلال صقار المواضيع من أجل دولة قطر إن كانت دولة قطر هي من وجهة نظر هؤلاء بأن مشكلتها صغيرة جدا 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 هي جدا أعتقد ثلاث مش تمتين جدا 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 فلماذا التطرق إلى دولة قطر ليلة نهار جدا 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 التطرق إلى دولة قطر هو يحاول النيل النيل من دولة قطر ولكن هو ما عرف موضوع بسيط أننا في طبعا موضوعنا وقضيتنا الشاغلة قضية الفلسطينية من سنة 1948 تقريبا والعرب يغنون عن القدس أغاني في أغاني في أغاني حفظها الآباء ثم حفظها الأولاد ثم حفظها الأجداد وما حركت شيء هذا الشخص إن كان بهذا الحشد أو بهذه الأغاني يعتقد أنه سينال شيء من قطر أو أنه راح يحرك فيها ساكن فهو مخطئ وهو لا يعرف وعليه أن يرى التاريخ ويرى تجارب من غيره من الناس اللي قبله يستفيد من أخطاء غيره يستفيد منها أنا ما عرف كيف هو مستشار للأمانة نقولها على الهواء مباشرة رأينا ردود عقلانية من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية واكتفوا من يتعامل في شبكات التواصل الاجتماعي منها القطر اكتفوا بشكر هؤلاء رأينا الردود ولله الحمد تقلل من شأن هذا الرجل وتذكر بأن الخلاف مع دولة قطر خلاف سياسي ولا ينبقي التطرق إلى مثل هذه المصائب لهم منا كل تقدير واحترام أشقانة في المملكة العربية السعودية الآن عندما نتطرق إلى شبكات التواصل الاجتماعي ومدى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي الآن رأينا ذباب إلكتروني ويعني ما عرفنا هذه المسميات إلا من خلال هذه الأزمة والهجمات ضد دولة قطر كيف تلاحظ الشعر والثقافة والأدب من خلال هذه الأزمة أخي محمد أنت قبل قليل تطرقت الكلمة كنت أريد أن أعلق عليها وفاصل الكلام اللي هو الديوان الملكي لما قلت كيف الحال وأصبح الحال في الديوان الملكي سلمك الله في يوم النحر يوم العيد في مناء في الأرض الحرم يخرج شاعر محسوب على الديوان الملكي هذا الشاعر في السابق نعم في مكة يوم العيد في السابق كان يمدح الرمز اللي هو الشيخ تميم الله يطول في عمره اللهم أمين في بيته اللي يقول تميم حياه ربي للعرب ملة يقول اسم الشاعر على الهواء مش على الحارثي نعم شاعر المملكة أو شاعر الديوان يقول تميم حياه ربي للعرب ملة هذا تميم مال ثاني سقم عاديها أو مثل تميم مال ثاني سقم عاديها اللي يلقاها في مناورة رعد الشمال ترحيب سمو الأمير بعدها تقريبا فترة بسيطة أصبح يلقي قصيدة في هذا اليوم في يوم العيد في مناء من كان متواجد؟ كان متواجد أمامها الملك وهيئة علماء المسلمين ما أحترم البيت الحرام ولا أحترم الشعائر ولا أحترم يوم العيد وألقى بالسب طبعا المبطن ولكن كلنا شعراء ونعرف وقال عشرين عام صبرنا عشرين عام راح في آخر قصيدة إلي أن قال علموش به الجزيرة هتلم مكلابها تكرمون هذا الكلام أمام في الديوان الملكي إذا هذا يقال ما احترمت كل هذه الشخصيات الحاضرة وعلى الهواء مباشرة يسمعونك المسلمين في أنحاء العالم ما احترمت هذا الشيء ولا احترمت حرمة المكان فإيش تتوقع أنه مصير هذا الديوان أو مصير هذا التوجه نعم الآن سيد عايض كشاعر وكعلامي قطري مراحل نقل الخبر كما هو معروف صناعة خبر نقل الخبر التحري من الخبر نقل الخبر أو نقل القصيدة الآن نريد أن صلط عليها الضوء الحين الواحد لما يعرض قصيدة ويكتبها في ورقة عادية ولا ينشرها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي يقولون لهذا عمل فردي لكن قصائد يحاولون فيها التطاول على رمز دولة قطر الشيخ تميم حفظه الله وعلى أعراض أهل قطر وعلى دولة قطر وعلى كل شيء من خلال الصحف يعني المتابع لصحف دول الحصار بأن الشاعر يتفاخر بسب دولة قطر وشتم وقذف دولة قطر ورموزها من خلال صحف الرسمية وشبه الرسمية لدول الحصار في السابق في فترة 2014 مع وجود الشعراء وسبهم وإطلاقهم الغصائد التي سمعتوها بس كانت ليس بطريقة رسمية أو ما ظهرت مثلا في قناة رسمية للدولة وما ظهرت في صحيفة رسمية للدولة وإن كانت وصلت وعرفنا نها بتوجيه وتحرينا من الأخبار لكن اللي حصل في الأزمة شيء غريب جدا على جريدة الرياض في المملكة العربية السعودية في رمضان الشاعر راشد بن جعيثن وهو من كباراء الشعراء في السعودية وقديم في الساحة كبر سن يعلم نحن ناخذ الحكم وناخذ الأخلاف من كبار السن والحكمة في أحيانا في التهور في التعامل هذا من طيش الشباب يعتبر أحيانا الردود القاسية أو كذا الحكمة دائما يتحلى بها كبار السن هذا شاعر كبير سن في رمضان على الصفحة الرئيسية لجريدة الرياض قصيدة سب مطولة يسب فيها رموز دولة قطر يعني هل تعتقد أن هذا الشاعر لم يدفع له ولم يوجه ولم يكون ضمن جدول متسلسل أحداثه مستمرة في فيلم لا نعلم ما هي نهايته هذا من الأشياء التي اتخذوها ومن الصحف التي انشرتها جريدة الرياض وغيرها من الصحف وغيرها من القنوات الرسمية مثل القنوات التي شعرناها شعاراتها على تقارير هذه القنوات تبث مباشر وبتوجيه من الدولة والدولة راعية لها إذن هذه ليست تحسب تصرف شخصي للشاعر أوامر عليا نعم أوامر عليا مثل ما أسلفت وتوجه سياسي أصبح يستخدم الشاعر كأداة في السياسة كيف تشوف عفوا سيد عائل كيف تشوف تعاطي المجتمع القطري تعاطي المجتمع الخليجي والعربي لما يشوف مثل هذه الأشياء المعيبة للأسف من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أنا أتواصل مع الكل طبعا بما فيهم شعارة من دول حصار بما فيهم شعارة بدون ذكر أسماء طبعا بدون ذكر أسماء اللي حصل أنه ما فيه أي حد راضي إلا أصحاب الفعلة هم اللي شجعون بعض اللي هم الذباب الأكتروني أما الأخوة البقية من الدول الأخرى العرب المسلمون كلهم كانت ردودهم تنبذ الرذائل وتنبذ السب وتنبذ الشتم وكانوا شجعون على مكارم الأخلاق ويسألون الله سبحانه وتعالى أن الله يلم الشمل هذه كل الرسائل اللي تجي الله يلم شملكم الله لا يوريكم مكروه الله يصلح ما بينكم ما هذه الأشياء اللي كنا نتوقع العقلاء يقولونها الآن أصبح طبعا مثل ما أنت قلت الرأي العربي الرأي العربي كله كان إلى جانبنا إلى جانبنا ولله الحمد ولكن هم مجندين بشكل يعني شبه تجيش في وسائل التواصل تحصل هذا الشخص مثلا يدخل على هذا الشاعر مثلا من قطر يرد بنفس الرد وهناك يرد بنفس الرد وهنا يرد بنفس الرد حتى ينشر هذه المعلومات أو هذه الصورة اللي هو يبغي يوصلها للناس وكل من دخل يقرأها وإلا يعني مثل ما أنت شايف هذه الأشياء كيف لشخص أنه ينشرها وهو في هذه المرتبة الناس تأخذ هذا الكلام للعلم يعني الكلام كلها اللي ينشرونها الناس المجندين الذباب كلها رتويت الأخ المستشار على فكرة يعني أمثال هؤلاء لما تابع أنت تشوف أي تقريدة منهم وعرضنا كذا تقرير يعني من خلال برنامج الحقيقة أنه لما هذا المستشار أو قائد الذباب الإلكتروني وهو أيضا مستشار لما يعرضون تقريدة معينة لاحظ بأن طبعا أنا رصدتها شخصيا لاحظ بأن الأشخاص اللي يقومون بإعادة التقريد حوالي مئة شخص في كل تقريدة تعاد نفس إعادة التقريدة يعني من تقريدة إلى تقريدة وإلى تقريدة هؤلاء المئة أنا أتوقع شخصيا بأنه يديرهم شخص واحد بالتالي الناس لما يشوفون إعادة تقريد أكثر ولا لايكات ولا إلى آخره أو ردود حين طبعا ما تنعكس هذه الردود على أخلاق الأشقاء في المملكة العربية السعودية أيضا من الأشياء اللي قبل ما أختم معاك سيد عايد هو موضوع تقيير القصيدة بحسب متغيرات السياسية يعني لما تلاحظ في التاريخ أن بعض الشعراء يظهر قصيدة أمام الملأ تتكلم عن واقع معين لما تجي بعد كم من سنة تلاحظ بأن بعض الشعراء يتنازل من بعض الأبيات يقولك هذه ما تنفع في هذا الوقت بالتحديد مثل ما رأينا الشعراء من المملكة العربية السعودية ما هي الأسباب التي تجبر بعض الشعراء على التغيير برأيك الأسباب تغيير التوجه السياسي للدولة للدولة حتى لو كانت إسرائيل هذا السبب الرئيسي إسرائيل عندك الله يسلمك قصيدة شعراء معينين شاعر محسوب على الدولة شاعر وطن في قصيدة ألقاها أمام رحمة الله عليه الملك فهد الله يرحمه قال في القصيدة في عرض القصيدة قال يالله وانا ساله يدمر إسرائيل في الجزء الأخير من القصيدة ينشي غضب ربي عشا ويهجدها تمطر بسحبا مثل سحم الغراميل عجن مطرها والزلازل رعدها يجتثها الرحمن بجناح جبريل وتصبح معالم للعرب من بعدها إلى آخر القصيدة ألقاها بعد ذلك سنة 2009 أو 2008 أو 2010 في هذه الفترة الزمنية طبعا أنا استغربت الشيء هذا ولكن عرفت فيما بعد من خلال الدراسة ألقاها وألغى الجزء اللي تكلم فيه عن إسرائيل وكأنه لم يكن واكتفى بأنه تجاوزه إلى آخر الأبيات نعم في هذا الموضوع وفي هذا الإطار أنا أتوقع أن التوجه السياسي والأوامر العليا صدرت بأن تلغي هذه الفقرة في الوقت الراهن نحن مش في حاجتها هذه كانت في حقبة زمنية ماضية يصلح استخدامها أما الآن فلا يعني الأوامر سبحان الله الأوامر السياسية تأتي بأن الواحد يحدث كل بيت ينال من إسرائيل وتعطي الغريل لايت أو الضوء الأخضر لكل واحد يتطاول على دولة قطر نعم الأوامر الله يسلمك أحيانا تشتري شعاراء برمتهم فكيف بتغيير مقطع في غصيدة نعم نعم كيف تنظر سيد عايض أخيرا كيف تنظر إلى مستقبل الأدب مستقبل الأدباء مستقبل الشعر والشعراء في ظل هذه الأزمة في ظل هذه الأزمة إذا كان فيه هناك صحوة فلا زال الأدب هو أدب أما إذا كان ما فيه صحوة نهائيا وهذا التوجه لا نهاية له وغياب العقل وغياب العلم الكل يعني لا أنا أقول الكل ولكن الأكثرية في هذا الموضوع يجهل التطورات يجهل الأهداف يجهل الأمور هذه اللي قامت عليها هذه القصائد كلها الرسالة للشعر والأدباء أضعفت من خلال هؤلاء الأشخاص أصبح الشعراء متقلبين أصبح الشعراء مش كلهم طبعا أنا أتكلم عن الفئة هذه اللي اتخذت السب والشتم سلاح لها في وجه دولة قطر نقطة بغي أوصلها أخوي قبل ما خلص أنت الله يسلمك ممكن في حد من قطر رد على هؤلاء الشعراء سواء بقصائد سب أو كذا أو كذا وسواء في 2014 أو في الوقت الحالي هذا الرد جاء ردة فعل أعرفت ولكن البداية لم تكن من هنا لم تكن من هنا من قطر نهائيا ولا عبر التاريخ إنه شخص وفعله ولا العلم ما حتى تعرض للرموز رغم كل شيء رغم هذا القطريين لم يتعرضوا للرمز بالطريقة هذه اللي جاتنا التحقير السب شتم الأعراض أو التقليل التقليل هذا كله لم يصدر من أي قطري أنا في نهاية هذه الحلقة وليس في النهاية أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن الله يرشد عقول الشعراء المفكرين العدباء الصحوة ويتخذون من هذا الشخص قدوة اللي يتاب وأعلنته بتاهم مش عيب يقول لك التمادي العيب التمادي في المنكر صحيح الرجوع في الحق فضيلة هذه الرسالة اللي أنا بغي أوجهها للكل وأتمنى أنهم يرجعون في الحق وأنا بدوري أشكرك اليوم حلقة ممتعة شخصيا استمتعت واستفت منها سيد عايد بن قيدة وأنت شاعر وإعلامي قطري شكرا جزيلا لك الله يرحم والديك وأشكرك وعندي كلمة أخيرة الله يسلمك أوجهها لشخص هذه خارج الشعر كله كانت في خاطري على قولتهم ولا قدرت أصيرها كقصيدة وأنا في برنامج الحقيقة في شخص قال أن دولة قطر تدفع الملايين لكي تلعب في كأس العالم 2022 أنا أقول له أنت إن شاء الله رح تلعب في الكأس الجاي ولكن كأس 2022 في دولة قطر ما رح تقدر تجيه للظروف اللي مانعتك الله يسلمك نعم نعم شكرا جزيلا لك سيد عايد بن غيدة وأنا أتمنى أن نلتقي مستقبلا والشعر والأدب في ألف خير بإذن الله الله يجزاك خير رحمه والدي كشكرا والشكر وصول لكم أيضا مشاهدين الكرام ومستمعين أيضا في إذاعة قطر على كرم المتابعة إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة الليلة من برنامج الحقيقة في الختام لكم من نية التحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة والذي لم يربك رؤيتها أو يشوشها ففهموا دلالات محاولة فرض الوصايا على هذا البلد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة